موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله طاعاتكم أحبة مشاهدي قناة الفلوجة الكرام علاقات العراق مع جاراته الخليجيات وبالأخص المملكة العربية السعودية متعكرة من قبل 2003 وحتى يومنا هذا والآن يشهد السجال حول هذه القضية تغيرا نوعيا ما بين من يصر على تغليب المنطق الطائف في علاقاتنا بدول المنطقة وما بين من يريد أن تكون للعراق علاقاته المتوازنة بالجميع وبضمنها دول الخليج فهل سيخرج العراق من خانة الاصطفافات الطائفية أم سيظلم غمسا فيها إلى أجل غير معلوم مساجلة اليوم حول زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المملكة العربية السعودية وأبرز ما دار حولها طرفها مساجلة اليوم الدكتور مصطفى العاني عضو المكتب السياسي للمشروع العربي من أربيل ومن بغداد المحلل السياسي وائل للركابي أهلا وسهلا بالضيوف الأكارم وللتنويه أنه مصطلح مساجلة يعني التعليق من طرفين على قضية معينة أو الإجابة على سؤال محدد من طرفين تتقاطع آراؤهم حول فحواه دون أن يصل الحوار بينهم بالضرورة إلى غالب أو مغلوب كما أنتظر منكم جمهورنا الكريم بعد متابعتكم لمساجلة اليوم والتي تبث الآن مباشرة على موقع قناة الفلوجة في فيسبوك أنتظر مساهماتكم الفعالة في استفتاء حلقة اليوم المنشور على صفحتي في تويتر صفحة عمر جمال التساؤل الذي طرحناه اليوم هل يدعم العراقيون انفتاح رئيس الوزراء حيدر لعبادي على دول الخليج وبالأخص السعودية الاستفتاء باقي ليوم غد وبالعودة إلى استفتاء حلقة الأمس نتيجة حلقة الأمس الذي تسألنا فيه عن سبب مهاجمة إسلامية السلطة للتيار المدني والعلماني في العراق رأى 43% أنه تخوف من جماهيريتهم بينما رأى 27% من المصوطين أنه تملص من المسؤولية و 30% أرى أن أسباب مهاجمة الإسلاميين في السلطة إلى التيار المدني والعلماني أنها منطقية نبدأ أستجال على قضية اليوم بعد فاصلا قصير ابقوا معنا مرحبا بكم أحبتي البشاهدين من جديد أبدأ مع الدكتور مصطفى العاني عضو المكتب السياسي المشروع العربي العراقي مرحبا بك دكتور مصطفى الله يتقبل الطاعات إن شاء الله السلام بك السلام كيف تنظرون في المشروع العربي لزيارة السيدة العبادي إلى السعودية من حيث التوقيت من حيث الأهداف أنتم كمشروع انبثقة من رحم المناطق المنكوبة التي تنتظر بحسب الكثيرين دعما من دول الخليج لإعمارها لك التعليق نعم نعم بداية تحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدي قناة الفلوجة يعني لا شك أنه المراحل التي حصفت بالعراق إبانة سيطرة داعش على عدد من المحافظات ألقت بظلالها على جميع المشاهد السياسية والاقتصادية والعسكرية وعلى غير ذلك الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق أيضا يعني أزمة خانقة بالتالي تحتم على الحكومة أن تجد سبلا لأن المرحلة القادمة هي مرحلة ربما لا تقل أهمية بالتأكيد لا تقل أهمية عن مرحلة العمليات العسكرية التي كانت موجودة في هذه المناطق فبالتالي يحتاج العراق اليوم إلى أن يبحث عن دول داعمة لكي تساهم في إعمار المحافظات التي تم تدميرها من قبل الإرهاب جراء العمليات التي كانت هناك فبالتالي ننظر بارتياح لمثل هذه المبادرات وهذه الزيارات علما أنه الزيارة وحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تمت بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية لسيد رئيس الوزراء حيدر العبادي فبالتالي اليوم العراق يشهد تحولا كبيرا في العلاقات ربما على وجه الخصوص مع المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت هذه العلاقات تجاذبات وتوترات منذ أكثر من عقد من الزمن فبالتالي أعتقد ستكون مردوداتها الإيجابية ليست على العراق فقط وإنما على دول المنطقة عموما وخصصا اليوم شاهدناه في القنوات الإخبارية أنه انبثق عن هذا اللقاء تشكيل مجلس تنسيقي مشترك فيما بين العراق أنت كمشروع عربي إذن متفاعلين بهذه الزيارة وجدوها نعم شكرا دكتور مصطفى أعود إلى أبدأ مع السيد وائل الركابي من بغداد مرحبا بك سيد وائل سيتقبل الطاعات إن شاء الله سيد وائل تسمعنا ظاهركم مشكلة بالصوت أعود إلى الدكتور مصطفى العاني دكتور ألا ترى أن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل دول الخليج من قبل السعودية العراقيون كانوا يأملون منذ زمن طويل أن تنفتح هذه الدول على العراق ما رأيك بهذه الرؤية؟ يعني أنا أتفق معك بأن هذه الخطوات والانفتاح كان ينبغي أن تكون بوقت مبكر قبل هذا الوقت لكن اليوم نرى أن الإرهاب يضرب المنطقة من محاور وجهات متعددة وبالتالي أصبحت اليوم دول الخليج تحديدا أمام مفترق من الطرق إذا صح التعبير أن تلملم دول المنطقة أو خلينا نسميه تنفتح مع دول المنطقة وتبرم اتفاقات استراتيجية مهمة سواء على الصعيد الأمني والعسكري وهذا هو المهم يعني بالدرجة الأولى يأتي لأنه يؤسس عليه باقي الاتفاقات الاقتصادية والتنموية والثقافية وإلى غير ذلك فبالتالي يعني هي الخطوة هذه جيدة وإيجابية كما أسلفت وإن أتت متأخرة يعني ولكنها يعني ننظر بإيجابية إلى هذه الخطوة وعسى أن يعني يتمخض عنها الخطوات العملية التي تعود بالنفع والفائدة على البلدين بتقديراتك دكتور مصطفى ما الذي سيسمعه الدكتور العبادي من السعودية وما الذي سيسمعهم إياه في نفس الوقت أفوان ممكن تعيد السؤال دكتور بتقديراتك ما الذي سيسمعه الدكتور حيدر العبادي للسعودية وما الذي سيسمعه في نفس الوقت منهم الوفد المرافق للسيد العبادي ووفد رفيع المستوى على مستوى وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزراء التخطيط والزراع ولا غير ذلك وإلى أيضا مجموعة من رجال الأعمال العراقيين فبالتالي هناك أعتقد ملفات كثيرة على رأسها الملف الأمني والتعاون الأمني فيما بين البلدين إضافة إلى الملف الاقتصادي الذي سيكون متبادلا أيضا كما قرأنا وطلعنا في بعض الصحف أن هناك نقاش ومداولة حول طلب العراق أن تعيين سفير للمملكة في بغداد هذه المحاور والملفات التي أعتقد تمت مناقشتها في زيارة سيد العبادي أكو رسالة غير معلنة سيوصلها الدكتور العبادي للسعودية أكو رسالة مهمة جدا تقديراتك أنه لازم توصل أو ربما رح يتداولها معهم نعم يعني السيد العبادي أو امتازت حكومة السيد العبادي أنه بتوازن في طروحاتها وفي أداءها خصوصا المرحلة التي مر بها العراق ويمر مرحلة كانت صعبة ومعقدة جدا انهيار عدد من المحافظات تحت سطوة الإرهاب فبالتالي يعني الرسائل التي يعني أهم الرسائل أعتقد التي يريد أن يصالها السيد العبادي هو اليوم أنه مستعد لبناء العلاقات الوطيدة مع الدول الجوار الإقليمي المهمة وبالدليل أنه اليوم يعني وصل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى إيران للعاصمة طهران ومن ثم سوف يزور الكويت وهذه ثلاثة دول يعني أيضا مهمة باعتبار أنه يعني زار المملكة العربية السعودية واليوم هو في طهران وحسب المعلومات أنه سيزور كده فقصدي من الكلام أنه الرسائل وهي أيضا صرح بجزء منها يعني قال العراق ليس جزءا من الصراعات التي تدور في المنطقة يعني العراق يهدف إلى الاستقرار ويكون جزءا منهم شكرا دكتور يعني يبدو أن الصوت تم إصلاحه مع السيد وائل ركابي من بغداد مرحبا بك سيد وائل أهلا ومرحبا بحيات الله إن شاء الله تأخرنا عليك نعتذر جدا صارت مشكلة بالصوت من الجميع الله يسلمك ما رأيك بزيارة الدكتور العبادي إلى المملكة العربية السعودية ولماذا تحفظت بعض القوى السياسية على التقارب بين العراق بين حكومة بغداد وبين دول الخليج عندهم مشكلة بالتوقيت لو عندهم مشكلة يعني من حيث المبدأ كيف ترى الموضوع من زاويتك لك التعليق بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام ورمضان مبارك إن شاء الله على الجميع أنا أتصور ليس هناك مشكلة ما بين المعارضين لزيارة السيد العبادي إلى السعودية يعني وكأنه الموضوع موقف عراقي خليجي لا أطلاقا إنما المعارضة جاءت رفضا لهذه الزيارة في ظل هذا الوقت الحالي بعد أجواء عقد فيها مؤتمر الرياض وجاء السيد ترامب إلى السعودية واجتمع مع أكثر من خمسين دولة إسلامية وعربية وكأنه أن هناك محور قد أخذته السعودية على عاتقها تنفيذا للرغبة الأمريكية هذا من ناحية لا نريد أن نقحم أنفسنا بهذا المحور وخاصة أن السيد العبادي دائما ما يصرح ويقول نحن بعيدون عن الإصطفاف في المعارض إن رؤيتهم إلى أي حد أن هذه الرؤية منطقية تمام ما مدى منطقية هذه الرؤية أنا أنا أتصور أنها منطقية يعني تقصد بالمنطقية زيارة السيد العبادي أم المعترضين على زيارة المعترضين معترضين لأن سيد العبادي راح للسعودية السعودية مشكلة محور فيخافون أنه ينحسب على هذا المحور صحيح؟ نعم مدى منطقية هذه الرؤية يعني الآن إحنا ضمن ممتاز شنو منطقيتها أنا مع هذه أنا مع هذه نعم أنا أقول لك ليش لأنه الآن نحن نحن لسنا نحادد السعودية فقط وليست لدينا علاقة يعني ممتدة لعشرين سنة بالمناسبة علاقتنا من الواحد وتسعين مع السعودية مغطوعة يعني منذ أن اشتاح العراق الكويت ولحد هذه اللحظة يعني لغاية السبهان لم توجد سفارة عراقية من الواحد وتسعين لحد الفين وخمسطعش لذلك المشكلة ليس لسنا نحن فقط مع مع السعودية لدينا علاقات جوار مع الجمهورية الإسلامية في إيران مع الكويت مع الأردن مع سوريا هذه المنظومة يفترض أن نبحث نحن عنها في العراق أين مصالحنا من هذه الدول السعودية صدرت لنا منذ 2003 إلى يومنا هذا أنا لحد هذه اللحظة لست متأكد من أن السعودية هي غير داعمة وراعية إلى مجامع إرهابية لحد هذه اللحظة ما عانيناه لكن للأسف الحكومة العراقية تمتلك وثائق لكن عاجزة ضعيفة أمام تسليم هذه الوثائق أنا عجبتني مفردة منك سألت بها ضيفك الكريم قلت له ماذا يسمع وماذا يسمع أنا أقول أن السيد العبادي ذهب ليسمع لأنه غير قادر على أن يسمع للأسف الشديد طيلة هذه السنوات الماضية كأنه هناك حالة من التنازل للإرادات الخارجية لم يكن لدينا قرارا وطنيا يعطينا أملا نحن كشعب نقول والله نستطيع أن نملي هذا القرار من خلال إرادة شعب وإرادة حكومة تؤمن بمصنحة وطن لأسف أسألك يعني الدكتور العبادي طلع من السعودية لإيران هاي شنو معناها زين هاي متفن منطقية المنطقية اللي تدعوها مثلا هو أجبر ماكو أجبر زيارة مرتبة يقال بأن السيد حتى السعودية مركزة بيها هو يوم واحد سيد العزيز هو يوم واحد وبيها عمره يعني ما تقول لي شيء وإن المركزة يعني لازم يشعب يا عمره مثلا ما بيها ها يعني الزيارة ما لها قيمة هو سلمان بن عبد العزيز بي حيني سولف يعني الزيارة ها شمي ها مش هي زيارة تقديراتك مركزة لا لا مرتبة أنا أتصور زيارة تأثبات أنني أنني معكم أيها السعوديون ضمن المحور ضمن المحور الأمريكي العربي المصري البحريني هذا المحور الذي زيني تشوف الزيارة كانت أراد أن يثبت زيني يعني مراسم الزيارة تفاصيل الزيارة شون تقيموها ليس في محلها مو شغلة في محلها شون تقيمون المراسم يعني مشيد الكريم اللقاءات كذا اه اه أنا أقول لك هذي مراسيم لربما بعض الأحيان قد يعني ما يطلع الملك لأنه أكوى لعهد هو يتعادل لا لا القصد القصد لا لا عذرا عبره هذي أعناق بعض الأحيان أنت تقول أنه هو لا لا ما سمع شيء من الملك الملك كل شيء ما يسمع من عنده هو راح سوى عمره يعني وكأنما زيارة هامشية مالها يعني لها يعني لذلك التأثير مو نعم أنا بالنسبة لي لعليش متخوفين منها لم تعد لم يعني لم يجت وقتها وما يصير يروح و هو راح ضعيث و تقوله بنفس الوقت و راح يسوي عمره شون نربط بين هذين الثنين وبنفس الوقت طلعا لإيران مو أنت قلت لي مركزة أي لا مرتب 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 قال السعودية قالوا أنه خلأ خدمك السعودية قالوا أنه زيارته أخرها للسعودية أخر زيارته للسعودية وقتها مع زيارته لإيران حتى لا ينحسب أنه رايح كالسعودية حتى ينحسب على السعودية السعودية ما قالوا هو ما أجانا من زمان متأخر أرتبها أستاذي زيان أنا دولة ليش أخلي نفسي في محل الشيك ليش ما أخلي زيارتي زيارة للجيران محل الشيك أردزور إيران زيارة للجيران محل الشيك نعم الآن في ظل لا 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 متى أصبحت السعودية جارة الآن هل سأصبحت جارة بعد مؤتمر الرياض أصبحت جارة علينا سمح لي أنتقل بكل ما ذكرت بكل ما ذكرت الدكتور مصطفى العاني دكتور شو نتعلق على هذه الرؤية اللي ما أعرف شو نتوصفوها متشنجة حادة تجاه هذه الزيارة اللي أنتو تأملون أن تكون إيجابية في هذا الوقت الحساس لك التعليق يعني أنا نعم أنا بس أحب يعني أشير إلى نقطة مهمة وقد ذكرتها في في بداية كلامي يعني أنه زيارة السيد العبادي إلى المملكة كانت بناء على دعوة من المملكة وهذا ما أصرح به أعتقد الناطق الرسمي بسم مجلس الوزراء في حين يعني زيارته اليوم إلى طهران يعني وحسب ما يعني قرأنا على وسائل الإعلام أنه هذه زيارة غير مخطط لها بحسب الخارجية الإيرانية فبالتالي يعني الواقع يفرض حاله يعني هذه الدول هي دول جوار للعراق وتؤثر وتتأثر بالمناخل السياسي العراقي يعني تحتم على السيد العبادي أنه يتحرك سواء بالتجاهل السعودية أو الكويت أو إيران أو تركيا أو إلى غيرها من الدول التي يرى هناك ضرورة لبناء اتفاقات وعلاقات معها يعني اليوم يعني الوفد الذي معه السيد العبادي وفد رفيع المستوى يعني ضم السيد وزير الخارجية وسيد وزير الداخلية وساد الوزراء وغيرهم ورجال أعمال هناك أعتقد يعني هذا يعني هذه الزيارة بهذا الحجم من الأشخاص والوفد المرافق له لا أعتقد أنه يكون زيارة يعني هامشية ذهب لأجل أن يعتمر أو غيرها يعني هم يعتبرون الزيارة هامشية في نفس الوقت هم ممأيدين الزيارة يعني إذا شوفون الزيارة ها عنده تعليق السيد وائل أنا لم أقل ذهب معتمران إنما ذهب أدى العمراء أقول أنها زيارة يعني شريعة ليست زيارة فيها لا قصد كده ما لها في أسير لا ما قصدت أن أقول يعني أن أقول هكذا لا فقط أنت يعني ذكرت حضرتك أنه يعني زيارة لمدة يوم واحد وذهب للعمراء فماذا تبقي من الوقت يعني هذه يعني صحي دكتور مصطفى لا يمكن القياس على هذه المسألة نعم دكتور مصطفى هذه البيئة المعادية لأي تقارب لأي تحسن في علاقات العراق مع محيطه الخليجي على وجه الخصوص نواب يعني اليوم نواب يهاجمون بقساوة هذه الزيارة إعلام يعني إعلام واسع في العراق يحشد ضد هذه الزيارة هل ستؤثر هذه العدائية هذه الروح العدائية على فحو الزيارة على جدو الزيارة على العلاقات التي يريد أن يجعلها السيد العبادي مستدامة لك التعليق سيد العزيز يعني سواء يعني اتفقنا أم اختلفنا مع السعودية أو مع فبالتالي الأمور والإشكاليات لا تحل إلا من خلال الحوار والتفاهمات والانطلاق من قواعد مشتركة وهي قاعدة المصالح المشتركة للبلدين فبالتالي أنا إذا كنت اليوم أنظر يعني وعلى مدى استراتيجي بعيد ومستمر أنه يعني أنه السعودية أو غيرها من الدول لا يمكن أن أن أتفق معها أو لا يمكن أنه أو هي أتهمها دائما أنه هي تصدر للإرهاب وغيرها طيب أنا رح أظل جالس في مكاني وأتلقى الضربات ما أروح أنا أعالج هذه الملفات والمشكلات ويعني أضع حد لكل هذا وفي نفس الوقت يعني أنا رح يعني أتفق أعتقد يعني الزيارات مطلوبة ومهمة مع أي جهة كانت يعني تحقيقا لمصلحة العراق هي بالأول والأخير يعني واضح شكرا دكتور عدلا سيد وائل سيد وائل يعني شون تتفسر من حزب سياسي منبثق منه رئيس وزراء نفس الحزب يطعم ب خطوات الرئيس اللي ينتمي إلي هاي يعني هاي ما أعرف شون تفسر شون تفسر يعني شنو شكل النظام السياسي اللي عندنا بالعراق اليوم بحيث الحزب الحاكم يطعن برئيس الوزراء اللي هو حاكم منه وبي لك التعليم لا هو أولا يعني لا يوجد حزب حاكم لا يوجد حزب حاكم يعني رئيس الوزراء من حزب الدعوة حزب الدعوة اليوم مراضي صدر بيان مراضي عن حزب الدعوة يعني يعني مو حزب حاكم فاهم يعني مو حزب حاكم رئيس الوزراء ينتمي من حزب الدعوة هذا هذا كما رئيس البرلمان ينتمي لحزب آخر. رئيس الجمهورية ينتمي لحزب آخر. لا يقولون هذا حزب حاكم. إنما هؤلاء المقاييس هذه الاعتبارات. لكن قد تكون هذه التقاطعات. توصيفات زين. أحسنت. هذه التقاطعات. يعني تأتي من خلال رؤية سياسية. يعني عندما ذهب السيد العبادي إلى السعودية لم يذهب بإذن وبمشورة من الحزب كما تسميه الحاكم. إنما ذهب بناء على رؤية حكومية. أراد أن يذهب لتأييدا لما تتفضل به طيفك من أربيل. وقال أننا أريد أن أعيد العلاقات التي قد سادها البروت. على الأقل هذا رأي حكومي وليس رأي حزبي كما تفضل جنابك. أنا أعتقد سيد الكريم. المشكلة اليوم جميعها. لا تكمن في عدائية كما تفضلت أو نعت من يقف ضد هذه الزيارة. بأنه يملك عدائية إلى المملكة السعودية أو إلى هذه الدولة. لا أطلاقا نحن في العراق. على الأقل أنا أتصور. يعني لا نملك عداء إلى أي دولة كانت. خاصة بعد 2003. أردنا أن ننفتح على العالم وعلى المنطقة الإقليمية بشكل حقيقي. لكن أنا قلت معادية للتقارب. المشكلة صدرت. أنا قلت تحديدا معادية للتقارب مع السعودية. صدقني. يعني أنا يعني أنا المتحدث معك. لربما لدي رأيي حول هذه الزيارة. تمام. بس أكو بيئة معادية للتقارب مع الخليج. لدي موقف من هذه الزيارة. تمام. ولس أكو بيئة بالعراق معادي. وأنا أتحدث. مو أنت. أستاذ العزيز. مو أنت. أكو بيئة معادية. كما أكو بيئة. صحيح؟ كما أكو بيئة اليوم. هاي شنو تأثيرها؟ في التقارب مع الجمهورية الإسلامية في إيران. هاي شنو تأثيرها على وضع العراق اليوم. على مصالح العراق. على سياسات الحكومة. يعني بالتأكيد. يعني بالتأكيد أنه إذا كانت سياسة سياسة الحكومة سياسة تنطلق من رؤى وطنية للعراق واقعية في علاقاتها الخارجية. والله تعود بالمنفع أنا أتصور لصالح العراق. أما إذا تنطلق الحكومة من التعاطي بشكل عشوائي تنفيذ لأوامر خارجية تنفيذ لمشروع أمريكي في المنطقة. يرغب في إقامة محور وخلق محور لإفتعال أزمة مع إيران. لأنه أعلم منك بوضوح وكل صراحة لست مع الخلافات. العراق أنا رايح أخلي دولة محايدة. شنو البعد الأكثر وضوح من هذا الموقف من يوقف بالسعودية سيدة سيدة يعني التصاريين لا تعمل؟ كان يقول لك أنه أصلا الأزمة القطرية القليجية السعودية هي أصلا لم تكن قضية يعني ولدت وليدة ساعة معينة والكل يريد أن يفتل عضلات على الآخر لا قضية مفتعلة لحلب الأموال الخليجية مرة أخرى بدليل عقد الصدقة الأسلحة الأمريكية مع قطر الآن هناك أجوال التقارب على الرغم من هذه الأزمة التي صعدت يعني من نفتعل الأزمة مثلا؟ من نفتعل الأزمة؟ نفتعل الأزمة بإرادة أمريكية أن تريد أن تخلق أزمة تُعطي من خلالها رسائل على أن السعودية بس أكمل لك هذه دقيقة مهمة جدا المؤتمر الرياض أراد أن يلمع وجه المملكة السعودية بشكل حقيقي فلقي ضحية اسمها قطر أراد أن يلبسها كل ضلوعها في هذا الإرهاب هذه الفكرة التي خلقت الأزمة السعودية لمحاصرة قطر وقف الأعبادي بالسعودية قال الآن ضد حصار قطر ما موقف شجاع بسر دفتك؟ ما حاصرة قطر؟ حصار العراق 16 سنة يا سيد الكريم يا قطر عدها تشيسين تتمنى يكفنها لمدة 6 شهر بعد موسميتها ضحية قبل دقيقة قبل نص دقيقة قالت ضحية قلت قطر ضحية 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 إعلامية ضحية إعلامية ضحية راحة ضحية إعلامية نعم لا ناس قاعدين أتراك فتحوا لهم موانئهم والإيرانيين فتحوا موانئهم القطر بعد ما يحتاجوا شيء إن شاء الله الحمد لله وشكر الله ما يقطع أول سفارة سعودية في العراق ولست مدافع عنها لست مدافع عن قطر لست مدافع عن قطر لكن هذا الواقع التفكيكي للرؤية السياسية التي حدثت أول سفارة سعودية في العراق ووجهت بحارب سياسية من كل الأطراف هدفت إلى أفشال مهمتها وهذا ما سيحصل إذا عاد سفير جديد إلى العراق سيواجه بنفس القساوة شنو مصلحت هذول الناس بطرد السفراء من البلد السعوديين يعني معرفين يردون يوصلون بحسب البراقبين سيد وائل السؤال يعني حديثك سؤالك حول موضوع عودة سفير جديد إلى العراق سفير السعودية السبهان طلع قوة سياسية واجهته نعم هذه القوة هل نفسها ستقف بوجه السفير الجديد تقديراتك لا أطلاقه لا أطلاقا إذا ملتزم بالأعراف الدبلوماسية واحترم سيادة البلد الذي يمثل بلده وجاء فيه هنا يحترم السفارته ويحترم البلد المستقبلة ويحترم إرادات الشعب أنا لا أتصور أن هناك جهة تعارضه لكن الجهة التي عارضت السبهان ليس كونه سبهان وليس كونه سفيرا للسعودية إنما لأنه تجاوز على خطوط الحمراء تجاوز على دماء الشهداء حاول أن يتطرق على الحجد الشعبي بألفاظ لا تليق بدماء أبطاله وشهدائه لذلك ضجت الحملة على أن يخرج هذا السفير لأنه من يحضر إلى سفارة بلدي لا بد أن يحترم القوانين شكرا سيد وعيل اسمحوا لي ضيوفي الأكارم بالذهب إلى فاصل قصير نواصل بعده الحوال أقوم معنا أحبتي المشاهدين مرحبا بكم من جديد أعود إلى دكتور مصطفى من أربيل دكتور مصطفى وقع الحال يقول بأن السفير السعودي السابق كان مبادرا في الزج بنفسه في أتون الصراعات السياسية خلافة للأعراف الدبلوماسية يعني مثلا في السفير على سبيل المثال يعني السفير الكويتي الآخرين الإماراتي غيره غيره كانوا من التزميم بدورهم الدبلوماسي ما تعليقكم على وجهة النظر هذه تحديدا؟ يعني بغض النظر عن قضية السفير أو أداءها فهذا ليس من اختصاصي وليس من شعني ولكن أنا أعتقد هذا الأمر له ارتباط بالتحسس من المملكة العربية السعودية التحسس الموجود يعني خلينا نسمي التحسس العراقي من السعودية ودائما الاتهامات والتدخل وغيرها وتصدير الإرهاب وإلى ما ذلك كل ذلك يعني جعل السفير في دائرة الاتهام دوما على أي حركة أو تصريح أو كذا يعني فأؤكد أنه لست أنا من يقيم سواء السفير يعني تجاوز الخطوط الحمراء أو خالف العراف الدبلوماسية المتفق عليها ولكن يعني أنا أعتقد هذا يعني مرتبط بالحساسية اللي هي موجودة فيما بين البلدين أعتقد هذا يعني سبب بما يكون رئيسيا بالموضوع في خلينا نسميه في شيطانة إذا صح التعبير يعني أي شخصية سعودية تدخل تمام أعود لي السيد شكرا دكتور مصطفى أعود لي السيد وائل من بغداد سيد وائل ألم يحدث أن قامت فصائل ألم يحدث أن قامت فصائل في الحشد بتوجيه انذارات مبطنة لرئيس الوزراء الدكتور العبادي تحذره من مغبة توطيد العلاقات بالسعودية وهاجمت بعض القوى علانية يعني في مجلس النواب وفي خارج مجلس النواب هل يريح هذه القوى أن تنقطع علاقات العراق بالجميع إلا إيران وما تريده إيران فقط لك التعليق صدقني لا يعني صدقني لا يعني ضيفك الذكر الآن قال لأنه هو سفير وعداء العراقين للسعودية يا سيد الكريم ليش يعني شعدنا وين المشكلة وين السعودية يعني إحنا غير مشكلة أريد نحافظ يعني إذا أصبح أريد أن أدافع على ابن وطني أريد أقول والله هي أهالي الموصل أهالي الرمادي أهالي الفلوجة أهالي هذه المناطق التي تعرضت إلى الإرهاب قد تقدم لهم أو أثبتت الوثائق أنهم مدعومون من كذا دولة يعني هذا مو من حقي أن أدافع على أبناء جلدتي وأن أعاقب تلك الدولة على الأقل في أن أشرط وأفرط شروط على استقدام السفير لبلدي أن أقول لهم يجب عليه أن يتصف بهذه المواصفات وكذا يعني هذه ما يرادلها علم حتى ضيفك الكريم يقول والله أمو من صلاحيتي أنا أن أقول لا أنا أقول من صلاحيتي أن أقول أنا مواطن إذن أنا أملك لسان وأملك حرية من حقي أن أقول على كل ما أريد ما دمت لم أتجاوز الأدب أو أتجاوز وهي الروح السائدة اليوم اللي يريد يعني تريدوها معظم الكيانات السياسية أن تسود أنه عف الله عما خلق نعم أما أجاوبك لو الكل يتحاسب لو خلص خلينا نطوي صفحة ونصالح وتمشي الأمور من جديد نحن أريد نسوي استقرار إذا تحاسب السعودية من أقول أن تحاسب دول أخرى أيضا تورطت بشكل أوضح من تورط السعودية كيف تعلق معا ولتحاسب والله والله بدون استثناء أي دولة يمتلك أحد من السياسيين وثائق تدينها وتحملها مسؤولية ما يجري في العراق فلتحاسب واستضيفني من برنامجك وأقول أن إيران عليها أن تحاسب إذا كانت وثائق موجودة لدى أي سياسي يدين إيران أو الكويت يجب أن تحاسب أنا لن أخجل من ذكر أي اسم معين لكن الحقيقة أقول الآن ما تعرض له العراق تعرض من هذه الدولة أما أعود إلى سؤالك سيد الكريم موضوعة بعض القيادي للفصائل بمشهورتهم أو تحذيرهم للسيد العبادي وليست الصورة تحذيرية بقدر ما هي رفع استشارة أو إعطاء مشهورة لأنهم هم جزء من تحت قيادته عائديتهم لكونه قائدا عاما للقوات المسلحة وهؤلاء القياديين هم جزء هذا المشروع الذي يمثله أو يرأسه السيد العبادي لكنهم قد يطرحوا عليه أشياء مباشرة بأن يا دولة الرئيس عليك أن تتأنا بهذه الحادثة وعليك أن تتريض في هذا التصريح لأنه لا يعود لنا بهذا الشكل دكتور مصطفى شنو تعليقك باختصار أنا أعتقد أنه سواء بالنسبة للحجد الشعبي أو غير أنه يزج بنفسه في الأمور التي تمثل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الخارجية للعراق أعتقد أن هذا أمر مستغرب أنه سياسة الدولة وتنفيذ برامجها الحكومية سواء على المستوى الداخل أو الخارجي هذا من اختصاص الحكومة حكومة العراقية نعم هم اليوم الحجد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية تم شرعنتها موجب القانون فبالتالي لها دور إلى اختصاصات معينة يتخوض معارك وتحرر المدن فبالتالي أنا أرى هذا الموضوع زج نفس بأمور خارج الاختصاص دكتور مصطفى تمتين العلاقات مع السعودية هل ترون فيه منافع اقتصادية مكاسب سياسية أمنية إلى آخره والله أنا ذكرت في بداية البرنامج أنه الوفد الذي رافق السيد العبادي في زيارته إلى الرياض يعني ضم رجال أعمال وضم وزراء داخلية تحديدا والخارجية على وجه الخصوص فبالتالي هذا الأمر يعني له انعكاسات نعمل أن تكون لهم انعكاسات إيجابية على العراق يعني خصوصا أنه مثل ما تعرف حضرتك وضيفك الكريم والمشاهدين العزاء أنه البلد يمر بأزمة كبيرة ويعني يخوض معارك ضارية ضد الإرهاب فبالتالي اليوم نحتاج إلى أن يكون التعاون استراتيجي وواسع المدى يعني مفتوح سواء على مستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني والعسكري زين دكتور الناس عندها حالة من اليأس من الإحباط أبناء المناطق المنكوبة اليوم يغشاهم هذا اليأس والإحباط من أي تطور في وضع مناتقهم ووضع العراق عموما رغم أي زيارة رغم أي تقارب رغم أي مصالحة إلى أي مدى يمكن أن يتفهم أو تبذل القوى السياسية مساعي لبث روح التفاؤل في هذا المجتمع من خلال هذه الفعاليات هذا طبيعي بحكم ما يمر به الناس ونازحين وبيوت مهدمة وإلى غير ذلك والعمليات العسكرية لا زالت شغالة مثل ما نقول لكن تبديد هذا اليأس وإنهاء وإيجاد بوارق الأمل مرهوم بالخطوات العملية التي سوف تنعكس على واقع حياة المواطن العراقي الذي يمر بظروف استثنائية وعصيبة جدا فأعتقد وجود الخطوات العملية والمباشرة بها كفيلة بتغيير الصورة وببعث الأمل من جديد في نفوس الشعب مرة أخرى بهاب السيد العبادي إلى السعودية لتسويق فكرة معينة تدلل على أنه يمتلك بعض الأدوات في داخل العراقي لينجاح السياسة الخارجية على أي مستوى نجاح السيد العبادي في تحقيق بعض اللمحات الإيجابية التي تجعل الآخرين يثقون به أو يأملون من عند خير أو يستدعوه حتى يقوون وضعه أكثر فأكثر في الداخل أنتو كشنا اليوم صراحة راضين بالعراق عن أداء السيد العبادي إلى أي حد راضين يعني السيد العبادي يحاول أن يقوم بعملية إصلاح يحاول أن يعني يقود العراق إلى يعني خلنا نسمي إلى بر الأمان استلم السيد العبادي تركة ثقيلة وضع اقتصادي متردي محافظات ساقطة بيد الإرهاب محتلة من قبل داعش إلى غير ذلك من الملفات المعقدة والكبيرة أعتقد اليوم يعني مؤشرات النجاح النسبي ليست بالقليلة ولا يمكن الاستهانة بها يعني وعلى رأسها ربما يعني أقول أنه تحرير المحافظات من من سطوة داعش هذا على رأس الإنجازات أما على صعيد السياسة الخارجية فإمكان أوضح دليل هو يعني التوجيه المملكة يعني على سبيل المثال دعوة للسيد رئيس الوزراء لزيارة الرياض يعني هذا أعتقد هو يعني مؤشر إيجابي يمكن اعتباره في أو نقطة تضاف إلى يعني نقاط السيد العبادي هل تراهن دكتور مصطفى الخارج هل تراهن دول الخليج على دعم السيد العبادي لكسر ما تبقى من مراهنات السيد المالكي تقديراتك يعني ليست قضية مراهنات أو ثقة مطلقة أو غيرها العملية كلها مرهونة بارتباط مصالح هذه الدول بمصلحة العراق وبالأجواء والمناخ العراقي إذا لم يعني يكون هناك اتفاق وتوحيد في المواقف وفي الأداء يعني خلينا نسميه الدبلوماسي الدولي التعاون المشترك الواسع الطيف فبالتالي الكل سوف تتأثر يعني بهذا المناخ وينعكس عليها سلبا فبالتالي اليوم يعني اللغة المستخدمة هي لغة المصالح وليست لغة أنه يعني مبدأ وهذا يعني معي أو هذا ضدي اليوم يعني يكاد يكون الكل في مركب واحد وفي مواجهة خطر داهم يعني يضرب دول المنطقة شكرا دكتور مصطفى عود للسيد وائل سيد وائل سيد العبادي حقق كثير من الإنجازات أهلته إلى أنه يسوق نفسه كزعيم وطني تستدعي الدول وترحب به وتتفاخر على الأقل يعني حسب ما يقول البعض بلقاءة يعني زعيم وطني حقق عدة إنجازات على الصعيد المحلي حقق شيء من الرضاء السني على الأداء الحكومي في معالجة مشاكل المناطق المنكوبة بالتالي هو نجح في تسويق نفسه وصار يفرق عن الآخرين اللي فش لو في تسويق نفسهم كقادة وطنية كيف تعلقون على هذه الرؤية يعني أنا بالنسبة لي أفرح عندما يحترم أي شخصية عراقية وطنية تمثل السيادة العراقية والسياسة العراقية وتستقبل بهذه الحفاوة التي ذكرتها جنابك والله يعني يتلج الصدر هذا الموضوع لكن المشكلة لا تكمن في كيفية الجانب الظاهري فقط من هذه القيادة الوطنية ومن هذه الشخصية التي تعتبر رمزا وطنيا وجهوا لدعوات ولحوا عليها أنه يجيهم الدعوة قديمة وتم تجديدها لا تمنح بس أي هل سيد الكريم ودأ أقول لك يعني هذه الزيارة بذاتها لا تمنح الصفة الوطنية والصفة الرمزية لهذا الشخص يعني ويوجد مشكلة يعني يفترض أن نفرق بها زيارة دولة رئيس الوزراء إلى أي دولة والترحابي نعم لأنه يفترض وغصبا على يوم يستقبلوه أي شخصية لأنه هذا يمثل العراق والعراق ليس بقديم العراق ليس بصديم نحن دمقارن بشخصيات فشلت في توطيد العلاقات أو خلق علاقات جيدة مع دول الجوار من المقياس للفشل والنجاح سيد الكريم من المقياس للفشل والنجاح السعودية هي التي أصبحت تستطيع أن تقول أن المالك ناجح أو فاشل أو العبادي ناجح أو فاشل هذه مقاييس سياسية استطاعت أن تنفذ وتحقق فيها تلك الدول مصالحها وهي عدم منح الولاية الثالثة التي يستحقها السيد المالكي لرئاسة الوزراء الثالثة وبالتالي هذا موضوع انتهى وحققه ما يردون بدعم أمريكي سياسي داخلي كردي مع بعض من التحالف الوطني الشيعي والتحالف الوطن السني ودول خارجية أعطت أموال وخسرت ما خسرت حتى جاءت داعش وأصبح الشعب العراقي ضحية مؤامرة خارجية من أجل أن يتهم المالكي بأنه أسلم الموصل لكي يسقط العراق حتى أن لا يعود المالكي هذه مؤامرة يعني واضحة ما هي مضار تمتين العلاقات مع السعودية مثلا تقديراتك إذن ليس هناك من أي مضار ماكو لكن على أن يحقق لي العباد بشكل صحيح بأنه أخذ ضمانات من السعودية بأنها لن تتدخل لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الخارجي في الشأن العراقي إطلاقا يا زيد الكريم إن أرادت السعودية أن تثبت لنا مصداقية موقفها اتجاه العراق في هذه الفترة عليها على الأقل إما أن تقرضنا أموالا أو تتبرع لإعادة بناء المناطق التي تعرضت في المناطق الغربية لهذا الرعب الكبير وهو داعش عليها أن تثبت لنا بحسن النواية عليها أن تبعث لنا سفيرا لا يتهم فئة دون فئة من مكونات الشعب العراقي عليها أن تعطينا سفيرا يمثل الدبلوماسية الحقيقية الذي يستقبل الشيعي ويستقبل السني ويستقبل الكردي على حد سواء لا يخاطب جهة ما دون جهة أخرى نحن نريد أن نتعامل مع كل دول الجوار بمستوى واحد على أن يكون الاحترام المتبادل وعدم التدخل هو المعيار أما أن تأتي السعودية هي التي تحدد وحدها من هو المعيار الحقيقي وما هي الأمور التي يفترض أن تكون أنها ضد هذا الإسلوب إطلاقا زين هناك من يقول بأن الشيعة يخشون من علاقات طيبة مع السعودية هل هذا الكلام حقيقي أم أن بعض الجهات تسوق هذه القضية لأصالح معينة يعني قوة سياسية بعينها ربما تسوق وجهة النظر هذه وين يعني الوفد الذي رايح اليوم برئاسة رئيس الوزراء أمن البارحة كل شيعة الحمد لله فهذا الشيعة متخوفين يجرى يحير يعني للسعودية يخبر بن باب أو الآن ما يرحون هذه وسائل إعلامية تحاول أن تسيء لأن الشيعي في العراق يرى بنفسه أنه عراقية شيعية تابع إلى قوة سياسية شيعية وسائل إعلام وشخصيات نعم وسائل إعلام ونعم لا بس أنا لا أزكي كل الشيعة سيد الكريم وسائل إعلام شيعية سنية كردية غيرها وسائل إعلام مأجورة والقلم المأجور والصوت المأجور هذا لا يعرف أي قومية أو أي مذهب ينتمي لا أطلاقا إنما هذا مذهبه ودينه وقوميته هو المبلغ المدفوع الذي من خلاله ما تصدر من كلمات أو ما يرتب القلم أما الشيعة بحقيقة الأمر صراحة سيد وائل لدروج لهذه الفكرة أنه توطيد العلاقات مع السعودية يعود بالضرر على الشيعة هو إعلام المالكي إعلام دولة القانون إعلام المحور الرافض هذه الزيارة نعم هذا منه يعني إعلام المالكي منه إعلام كقناة إلى مواقع تواصل اجتماعي سيد الكريم بشكل رسمي شوف سيد الكريم خلي أوضح لك هذه الجزئية يعني السيد المالكي صدقني بشخصه داعم للسيد العبادي وداعم للحكومة التي رأسها السيد العبادي لكي يثبت للآخرين بأنه غير طامع بولاية وأنه غير متآمر وأنه غير راغب في رئاسة وزراء الثالثة أخرى بعد العبادي أنه داعم لسياسة الحكومة لكن بعض الأحيان نعم من حقه رجل نائب رئيس جمهورية ورئيس وزراء لدورتين انتخابيتين ورئيس حزب أمين عام لحزب ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي من حقه أن يعلن لم تفتح الأبواب السعودية مع حكومة المالك في يوم من الأيام رغم ذهابه لهم ورغم فتحه لهم ودعواته لهم لكن السعودية كانوا يظنون أن السيد المالكي هو يريد أو هو البوابة الإيرانية أو هو الصوت الإيراني داخل العراق بينما ليست هذه الحقيقة إطلاقا لا يوجد شيعي في العراق يمثل صوتا لبوابة الإيرانية لكن قد يلتقي معها من خلال رأيه الذي ينطلق من رؤية مذهبية مثلا من الممكن نعم قد أقول لك أنه هذا الرؤية عندما تصل إلى قضية مذهبية عقائدية من الممكن أن يتفق الشيعي لكن كثير لدينا من مجاميع الآن في الساحة السياسية العراقية يعارضون السياسة الإيرانية ويعارضون التوجه الإيراني بالنسبة لهم شكرا سيد والعود لدكتور مصطفى دكتور مصطفى في ظل الأزمة الخليجية والحرب على اليمن والحرب في سوريا والعراق أضف لها انخفاض أسعار النفوط هل تتوقعون أن تسهم دول الخليج بالقوة التي تطمحون إليها في إعادة إعمار المناطق المنكوبة في العراق يعني في وقت سابق قبل عدة أشهر السيد العبادي خاطب العالم جميعا ومن خلال مقولته أن العراق يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم وبالتالي اليوم دول العالم يجب أن تدعم العراق سواء كانوا بالنسبة لدول الخليجية التي هي على خطوط التماس مع العراق أو بالنسبة لباقي دول العالم وموضوع أنه مشاركة دول الخليج في إعمار المناطق التي تم تحريرها وغيرها فأيضا السيد العبادي ذكر وطلب وفوض المحافظين وغيرهم أنه بجلب الدول المانحة والتي سوف يكون لها الدور الكبير في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها فنعمل أن يكون الدور السعودي دورا إيجابيا ودور دول الخليج دورا إيجابيا في هذا الملف تحديدا وأن يساهموا بشكل فاعل في إعادة إعمار المدن التي تم تحريرها وليس فقط المدن تحريرها بل يكون هناك تعاون اقتصادي واسع ليس محصورا بالبناء وغيرها وبالتالي هذا النفع سيعود على المنطقة كلها ويعود على المواطن العراقي سيعود على المواطن العراقي أيضا سيعود على المواطن العراقي دكتوراني سؤالي كان سؤالي كان يهدف إلى أنه في ظل الأزمة التي يعيشها الخليج بتقديراتك هل سيساهم في إعادة إعمار هذه المناطق في ظل التحديات التي تعيشها هذه البلدان خلافات حرب في اليمن حرب في سوريا انخفاض أسعار للنفوط هذا كله رح يعيق رح يعيق بتقديراتك من مساهمتهم في إعمار مناطق العراق المنكوبة باختصار يعني انخفاض الأسعار أكيد يلقي بظلاله على المشهد يعني الاقتصادي وهذا الأمر لكن أنا أعتقد موضوع يعني الاستثمارات وتفعيل ملف الاستثمار بالنسبة يعني لدول الخليج أو غيرها من الدول يعني لا بأس به وممكن أن يساهم يبقى أنه مدى تأثير هذه الأزمة فهي كل دولة يعني تعرف إمكانياتها وتعرف حجمها الاقتصادي وإمكانياتها الاقتصادية شكرا لك الدكتور مصطفى العاني يعني هذه التبادلات البينية شكرا لك دكتور مصطفى العاني كنت معنا من أربيل عضو المكتب السياسي للمشروع العربي شكرا للسيد وائل الركابي المحدد السياسي كان معنا بغداد أشكركم على سعات صدركم في الإجابة على الأسئلة وشكرا لأحبة المشاهدين على متابعاتهم للمساجلات التي نجريها في رمضان وأذكر بالاستفتاء الموجود على صفحتي في تويتر حول حلقة هذا اليوم هل يدعم العراقيون من فتاح السيد حيدر العبادي على دول الخليج وبالأخص السعودية الجواب بنعم أم لا ننتظر النتائج سنعلنها في حلقة غد في مساجلة الغد شكرا لكم نلتقي غدا بإذن الله في مساجلة جديدة إلى اللقاء كنتم معكم أنا عمر الجمال سلام عليكم اشتركوا في القناة